نحاكم عن هذا الموضوع لكن النادي الاهلي مش عايز يفقد نقاط النادي امبي عايز يكسب بكرة مباراته امام النادي الاهلي وبالتالي مباراة مهمة مباراة صعبة تحتاج الى طاقم تحكيم دولي قوي جدا ومركز جدا 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 لا يتأثر بالضغوط لا يتأثر بالنحد يطلع يتكلم عليه في التليفونات لا يتأثر بالمناسبة احنا ممكن نجيب لحضراتكم الساعتين اللي جايين انا عندي حلقة ساعتين مثلا الساعتين اللي جايين انا ممكن خلال الساعتين اللي جايين اوري لحضراتكم اخطاء وكمية اخطاء بتحصل سواء لصالح النادي الاهلي يعني اللي هي ضد النادي الاهلي وفي نفس الوقت لصالح الانبية المنافسة لنا ممكن نقعد ساعتين اجيب لكم الحاجات دي لكن احنا هنا مش متعودين على كده يا جماعة احنا متعودين دايما احنا نتكلم مع حضراتكم وعلى قد الموضوع بنوري لحضراتكم الأخطاء والأمور اللي بنمشي بيها وردتها لكم الأسبوع اللي فات وقلت لكم هدئين نادي الأهلي خسر دوري 2015 بسبب أخطاء تحكمية ولكن يعود مجلس إدارة النادي الأهلي وبيقول احنا هنقف خلف التحكم المصري لأن احنا نادي الوطنية النادي اللي حيفضل واقف خلف كل منتج مصري وهو ده لاتجاه الدولة خلال هذه الفترة اللي بيعمل غير كده هو اللي هو حر اللي بيعمل غير كده هو حر ما لناش علاقة احنا لن علاقة بالنادي الأهلي فقط لكن كمان بتطلعوا تضغطوا على حكام اللي عايزين يحكموا النادي الأهلي أو اللي بيحكموا للنادي الأهلي وبتحسسوهم انه هم غلطانين وبتحسسوهم انه هم وحشين وبتجيبوا لهم أخطاء سابقة بالمناسبة ممكن اجيب أخطاء كتيرة جدا لناس حكمت للأنداء المنافسة واستفادت واستفادة مباشرة بس أنا مش هعمل كده أنا مش هعمل كده أنا بس بقول لحضراتكم ماذا يحدث تعارفين احنا هنا دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بالورقة والقلم والفيديوهات بس أنا مش هعمل كده لأنه أخطاء كتيرة جدا لما عادنا أنا وفريق الاعداد بنتكلم في الموضوع ده وشوفنا قد ايه كبيرة الأخطاء اللي استفادت منها المنافسين للنادي الأهلي في الدوري ده الدوري ده كمان ها؟ لأن الموضوع يعني مش محتاج ان احنا نقعد نوري لحضراتكم لأنه انتو كلكم الحقيقة شيرتوا الكلام ده على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي أرجو من لجنة التحكيم لجنة الحكام في مصر بقيادة الكابتن عصام عبد الفتاح أن هما ياخدوا بالهم من المباريات القادمة وياخدوا بالهم مش مباريات الأهلي فقط طبعا مباريات النادي الأهلي وإنبي بالنسبة لنا هي الأهم ولكن في مباريات أخرى كتيرة جدا تحدد من سيكون في الدوري ومن هيبقى برا الدوري أو حينزل للدرجة التانية ولازم يا كابتن عصام خلال الفترة اللي جاية يبقى فيه تخفيف الضغط على الحكام الحكم بينزل ماتش أهلي أو غير أهلي أو منافس للأهلي نادي الزمالك مثلا كمية ضغط غير طبيعية عليه كمية ضغط ما فيش حاجة بتحصل غير أن هو بيتشتم بس فيش حاجة تانية لكن احنا بنقول إن احنا دائما وراء الحكام المصريين وبنبعم الحكام المصريين وما مش أقل من الأبنق وبينكم لما قعدت فرقت على بعض الأطقم اللي بتيجي هنا في الحكام للحكام الأجانب قلت يا نهرب يد ده أنا أمسك إيد حكم كل حكم مصري وأبوس إيده حاجة كده يعني أقول لك إيه أقول لكم إيه يعني مش ممكن ده ألف به التحكيم ما كانش موجود في بعض في بعض الأطقم اللي جات وأنا بالمناسبة أنا لألوم على الكابتن عصام هو حر لكن أنا بتكلم عموما كده وأنا قاعد كمتفرج أو كمتابع وقاعد بتفرج على الحكام الأجانب اللي بتيجي بقول والله الحكام المصريين بتاعنا دول على دشابوه على كمية الضغطات وعلى كمية اللي بيحصل خلال الأربع خمس أيام اللي فاته بعد مباراة الأهلي واسموحة الأخيرة طيب مهم يعني إن إحنا عايزين إن الحكام خلال الفترة اللي جاية أو مباراة غدا إن شاء الله بالنسبة لنا مباراة الأهلي وإنبي هنا إحنا في قناة الأهلي أنا بتكلم بشكل عام وبعدين بخصص مباراة الأهلي وإنبي إحنا عايزين حكم عادل يتحمل الدغوطات اللي موجودة وإنت يا كابتن عصام لازم يكون ليك دور في إن هما يشيلوا الدغوطات تشيل الدغوطات اللي موجودة على الحكام دي كل واحد يطلع يشتم ويتكلم ويقول ويعمل مش كده ده أولا ثانيا الحقيقة بعد مباراة النادي الأهلي واسموحة بعد مباراة ترجمة نانسي قنقر